ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم دخل الترجي التونسي في سباق مع الزمن من اجل التعاقد مع لاعبين جدد من خلال فترة المركات الصيفي الحالي ويسعى نادي العاصمة التونسية لتجهيز نفسه كافضل ما يكون قوية تحسبا لمنافسات الموسم المقبل وبصفة خاصة دورية ابطال افريقيا فضلا على السوبر الافريقي ويخطط شيخ الاندية التونسية لحسم صفقة التعاقد مع لاعبين على اقل تقدير ينشطان اتباعا في مركز الظهير الايسر والجناحي ومن ابرز الاسماء التي يستهدفها الفريق التونسي حمزة الخضراوي وحمزة الجلاصي ولم يقع تسريب الاسماء الاخرى التي يستهدفها الترجي قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية لابوابها كما سيكون الفريق العاصمي معنيا ايضا بدوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي لكرة القدم فضلا على مسابقات الدوري والكأس والسوبر في تونس كلها هذه المسابقات تقتضي تقوية الفريق بعناصر جديدة في جميع الخطوط وبصفة خاصة في مركز الجناحي الذي شكل نقطة ضعف فادحة خلال الموسم الحالي ومن المنتظر ايضا ان يتعقد الفريق مع محترفين اجنبيين جديدين بدلا عن الغيني اندريه بوكيا والجزائري حسام الدين غشة الذين فشلا في تقديم اضافة كبيرة في بطولة دوري ابطال افريقيا ويعول الاحمر والاصفر على المركات الصيفي من اجل التغلب على نقاط الضعف الذي ظهرت خلال الموسم الحالي استأثر المهاجم البرازيلي ونجم الترجي التونسي رودريبو رودريبيز بالاضواء في الاوساط الكراوية التونسية لا فقط لانه قاد فريقه لاحراز لقب الدوري للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه وبلوغ نهائي دور ابطال افريقيا ولكن ايضا بعد ان اصبح محور حديث الكثير من المتابعين للشأن الكراوي والمطالبين بمنحه الجنسية التونسية وضمه لام نسور قرطاج على غرار تجارب سابقة وذلك لفك عقدة الضعف الهجومي الذي يشكو منه المنتخب التونسي وفرض رودريبيز المهاجم البرازيلي نفسه نجما للدوري التونسي عندما تصدر ترتيب هداف مرحلة التتويج برصيد عشر اهداف كما انه تمكن من زيارة شباك كل المنافسين في الدوري محققا بذلك رقما غير مسبوق وفي تصريحات خاصة لام سكاي نيوز عربية قال خوزي كلايتون ان تجنيس رودريبيز هو مطلب الكثير من الجماهير التونسية لكن على ارض الواقع ما يزال الامر مجرد فيك رهلا غير شخصيا يسعدني ان ارى هذا اللاعب ينسج على منوالي لكن حتى الان لم يحدث اي مستجد في هذا الشأن واضاف كلايتون وهو وكيل اعمال رودريبيز القرار هو قطعا بين يدي اللاعب اولا لا بد للاتحاد التونسي ان يعبر عن رغبته بتجنيس اللاعب ثم يأتي دول رودريبيز لتوضيح موقفه والتعبير عن انه يقبل مثلا الحصول على الجنسية بهدف الدفاع عن الوان منتخب تونس بعد ذلك تأتي الاجراءات القانونية مثل ما حدث معي في 1998 اخواننا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد الترجي الرياضي التونسية والسلام عليكم اشتركوا في القناة